سيد رئيس سيد رؤية واضحة والتي ربما نقدر نقتصرها في التمكين للشباب دينا وفي هذا السدد تم تفعيل مجموعة من الإجراءات أولا نموذج بداغوجي جديد ومبتكر والقوام دياله هو تعزيز القدرات الحياتية والداتية اللي كان عرفوه أدول نقص الكبير لعند الشباب دينا وبالخصوص في اللغات وفي هذا التقة في النفس وبالخصوص هذه المهارات الداتية والرقمية عملنا أيضاً إدماج الأنشطة الموازية كالأنشطة التقافية والريادية والعمال التطوعي وهذا كله يدخلوا يعطي أرصيدة قياسية للشباب دينا وكذلك البناء المشترك للمسالك التكوين مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين من أجل ملاءمة عرض التكوينات مع الحاجيات الفعلية مأسست نمط التعليم عن بعد كمكمل للتعليم الحضوري اللي ما كانش عندناه في النظام ديال التعليم العالي تكريس منفتاح الجامعة المغربية على مضحيطها الدولي من خلال تطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات الدولية وكذلك لمواكبة تحولات تكنولوجيا عرف هالتغيور كبير واستباقي وبالخصوص إلى أهمية كبيرة للتكوينات في مجال الدكاء الاصطناعي من خلال إطلاق وحدات يعني شمولي الجميع الطالبات والطلبة على الصعيد شكراً سيد الوزير شكراً سيد الوزير والحقيقة أن الارتقاء طبعاً بجودة التعليم العالي مرتبط أساساً بجودة التكوينات ومدى طبعاً تطور البحث العلمي والمعرفي والواقع أن التكوين الجامعي اليوم لا يستجيب حقيقة لمتطلبات السوق الشغل وأكبر دليل اليوم هو نسبة البطالة في هذه الفئة الخرجي الجامعات وهي الحصة الكبيرة وأيضاً يجب أن نعترف أن الجامعة اليوم تفتقدون كثير من الإنتاج العلمي والمعرفي والابتكار والإبداع في طرق ومناهج تدريس وتأهيل عنصر البشاري أيضاً لا بد من تعزيز طبعاً ما كان الطالب أو الطالب الجامعي في كل إصلاح لأنه هو الدعم الأساسي لهذه المنظومة فلا إصلاحها بدون تقوية الكفايات والكفاءات الأساسية من طبعاً مهارة تقنية من الكفايات علمية وأيضاً الكفاءات ناعمة كما جاء في جوابكم وباعتبارها أيضاً الكفيلة بتسهيل الاندماج المجتمعي في هذه الشريحة السيد الوزير تحفيز أستاذ الباحث أيضاً هو جزء من هذه المعادلة هل سيتم إعفاءهم من الضريب؟ شكراً سيد نايم سيد الوزير المحترم طبعاً من أجل تجويد العمل المنظومة أو التعليم العالي فيتطلب مننا أيضاً المجهود الكبير أولاً تحفيزات الأساسية والأستاذات والإنصاف كذلك للشرفاء والنزهاء في الجامعة المغربية وكذلك سيد الوزير نحن نرى عديد شكايات والمقالات التي يخرجها في الصحف الوطنية خصوصاً على عديد جامعات على سبيل المثال جامعات عبد الملك السعدي المزال لا نعرف المقالات التي تفتشيتها لكدر فنحن نريد أن نكون سيد الوزير المحترم من أجل النهوض بهذا القطاع خص المحاسبة شكراً شكراً